مرحبا وأهلا بكم صدور مرسوم يوم أمس الثلاثاء بإلغاء موقع مفتي الجمهورية السورية قوبة الحياة بلغط واستياء واسع فين يقول هذا الموضوع وأنا مرتاح الضمير أنه كان واسع الاستياء بين شريحة كبيرة من السوريين في الداخل وفي الخارج لحتى نرجع نحط الأمور بسياقة الموضوع بدي بيعني خلينا نقول تصريحات أو كلام دي مفتي الجمهورية انتهى بتفسير اعتبر خاطئ لسورة التين في القرآن الكريم تم الرد عليه ببيان برد من وزارة الأوقاف من مجلس اسمه المجلس العلمي الفقي ما كنا بنعرف عنه كثير مو بس غلط المفتي أيضا في نوع من التصغير والتحقير للمفتي تابعوا تسريبات إعلامية من وكالات إعلام تابعة بشكله بآخر ومرتبطة مع النظام بأنه المفتي أحمد بدر حسون لم يعود مفتي للجمهورية لأن مرسوم تعيينه 3 سنين و3 سنين خلصوا وأنه فيه توجه عام لإلغاء موقع مفتي الجمهورية وأن يقوم المجلس الفقي بأعمال الإفتاء وفعلا يوم أمس صدر مرسوم صريح بهذا الموضوع بإلغاء موقع مفتي الجمهورية وإسناد توسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقي ليقوم بعملية الإفتاء وهذا الموضوع الحقيقي صار حوله علامات استفهام كبيرة وشكوك ومخاوف مرد هذه المخاوف مثل ما تابعت بعض المصادر بأنه أصبحت عملية الفتوى من أعمال السلطة التنفيذية وبالتالي خرجت عن استقلالية مقام الإفتاء واستقلال المفتي هدون شرطين أساسيين يعتبروا بحسب المصدر لسلامة الفتوى ومصداقيتها وطبعا هون الكلام مو على أحمد بدر حسون يعني نحن بنعرف أن أحمد بدر حسون كان ناطق باسم السلطة وربما يزيد في النفاق والمداهنة ولكن نحن عم نحكي للمستقبل نظريا بشكل عام موقع المفتي هو موقع مستقل سلطة دينية مستقلة عن وزارة الأوقاف وبالتالي هلأ أصبحت تحت نفوز وزارة الأوقاف هذا هو الخوف بحسب المحامي عبد الناصر حوشان يلي علق على الموضوع بسلسلة من التغريدات طبعا أنا اخترت هذا المصدر لأن تم تناقل مضمون هذه التغريدات على نطاق واسح يوم أمس في السوشيل ميديا بيقول المحامي عبد الناصر حوشان أنه مجلس الفقه يضم ممثلين عن عشر مرجعيات تتبع بشكل مباشر لإيران وبشكله تلت أعضاء المجلس لأن أعضاء المجلس ثلاثين وبيعدل هالمرجعيات بأسماءها وبيقول أنه هي مرجعيات معتمدة بقرار من وزارة الأوقاف منذ العام 2011 هلأ تكون مرجعيات معتمدة من وزارة الأوقاف وهي تصدر فتاوي لتابعين لهذه المرجعيات هذا موضوع عندما تكون جزء من مجلس فقهي يصدر فتاوى لتنطبق على كل المسلمين في سوريا هذا أمر آخر وربما التخوف في مكانه وهو تماما بيعبر هذا الموضوع بأنه هذه معضلة أنه يتم إصدار فتاوي لتنطبق على المزاهب كافة مع معرفة أن هناك اختلاف كبير بين المزهب الشيعي والمزهب السني وبينوه أيضا لنقطة هامة بيقول أنه أصبح الشيعة بحسب رأيه أو بحسب تفسيره للمرسوم أو آثار المرسوم سواء كانوا جنسين أو حجاج أو غيرهم شركاء أهل السنة في إدارة أملاك الوقف لأن وزارة الأوقافية مسؤولة عن إدارة أملاك الوقف المجلس العلمي الفقهي توسعت صلاحياته وأصبح له دوره بالتالي ممكن يكون بناء على فتاوي بصدره في نوع من يعني توجيه إدارة أو ملكية الأوقاف الموجودة في سوريا له جهات معينة يعني هيك عبر عن تخوفه واستثماره وشراءها وهذا أيضا بحسب رأيه هو تكريس لعملية التغيير الديمغرافي التي تحصل في سوريا في إشارة إلى عملية الهجرة الواسعة التي حصلت خلال السنوات الأخيرة هلأ عموما الاعتراضات على هالمرسوم أجت بهذا السياق من رجال دين وغير رجال دين يعني حتى فيه أشخاص معروف أنه هن مؤثرين في الرأي وعلمانين ولكن أيضا طردوا على هذا الموضوع بأنه وصفوا بأنه هو تأميم المشيخة السنية على حد تعبيرهم وهو استهداف ليس فقط ديني أيضا اجتماعي للأكثرية في سوريا هلأ هوني كمان هاي نقطة جديرة بالاهتمام بأنه الهجوم ما أجى فقط من متدينين ما اتمألت أبل شوي أجى أيضا من ناس علمانيين يعني فيه عضو مجلس الشعب السابق وصحفي معروف نبيل الصالح وهو يعني مؤثر ويتبعه ألاف الأشخاص أيضا انتقد إلغاء موقع مفتي الجمهورية واعتبر أنه تحويل عملية الإفتاء إلى المجلس العلمي الفقهي عرق لي لأي محاولة أو مجرد تفكير بتجديد الفقه السني بما يلائم الواقع ويكرس استمرار قوانين الأحوال المدنية ويعرق الحداث التي تكرس ثقافة المواطنة وحرية التعبير ويكرر الأخطاء الماضي بعكس ما بشرنا به السيد وزير الأوقاف يعني يقصد فيه تصريحات سابقة إذن هاي أيضا انتقاد للقرار ولكن وجدت نظر تانية بأنه وجود موقع المفتي كان يسهل الأمور على تجديد الفقه الإسلامي وإنما ربطه بمجلس فيه كل هذه المرجعيات ربما يعقد الأمور حتى أكون موضوعي في أيضا تعليقات أجد ترحب بهذا القرار مستقلة طبعا ممكن نشوف على وزارة الأوقاف كذا في نوع من التهليل ولكن عموما بشكل مستقل فعلا فيه أشخاص ورحبوا شفت تعليقات مرحبة ولكن قراءتهم لهذا الموضوع متوقع ما كانت كثير دقيقة لأنهن يعتبروا الموضوع هو إلغاني عملية الإفتاء ملا موقع المفتي وبالتالي يعتبروا بأنه هذا فعلا يعزز فصل الدين على الدولة على الأشخاص معظم من العلمانيين الحقيقة هو ما نو إلغاني عملية الإفتاء هو تحويل عملية الإفتاء من موقع المفتي إلى مجلس فقهي يضم كل المذاهب وهنا التخوف من سيطرة إيرانية على هذا المجلس لا ننسى أنه نحن الدستور في سوريا ما نو دستور علماني هو يقول بأنه أن الفقه الإسلامي هو مصدر رئيسي للتشريع لهذا الفقه الإسلامي رح يتخذ من هذا المجلس وبالتالي ما في مفاعيل لهذا القرار بتعزيز علمانية الدولة على الأطلاق وفقط في تحويل مركز الإفتاء من طرف إلى طرف آخر في هذا السياق أنا نوهت أكثر من مرة بأنه دولة مثل دولة سوريا اليوم هي مفككة على حافة الانهيار لا تحتمل اتخاذ قرارات بإنجاز تحولات كبرى لا دينية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ودعيت أكثر من مرة أنه لحتى نحن نرتب الأولويات وتكون الأولويات اليوم للحفاظ على الدولة السورية للحفاظ على وحدة المجتمع السوري لتحسين الوضع المعيشي للسوريين لحتى نشكل قوة ممكن أن تتحمل مثل هذه التغييرات اللي عم نشوف اليوم فيه قرارات من النظام بإحداث تحولات كبيرة اقتصادية واجتماعية ودينية هلما كما عم نشوف حقيقة دول قوية يعني ثابتة ومستقرة يمكن تعمل فيها اضطرابات فما بالك في دولة مهلهلة مفككة مثل الدولة السورية اليوم وكأنه في عمد بتعزيز اتجاه انهيار الدولة والقضاء العالية مع الأسف هذا كل شيء بدي أقوله حول الموضوع اليوم شكرا لمتابعتكن وإلى اللقاء